ما زال ملف النازحين في العراق يروح مكانه منذ سنوات وسط أهمال حكومي لملف إنساني مزمن أثار تقادمه انتقادات لوزارة الهجرة الحالية من قبل لجنة الهجرة والمهنجرين البرلمانية بشأن إدارتها لملف النازحين في العراق واتهمتها بالفشل وذلك بعد مضي أكثر من ست سنوات على انتهاء المعارك التي تسببت بموجة كبيرة من النزوح محملة جميع وزراء الهجرة في الحكومات المتعاقبة مسؤولية الأمر منظمات إنسانية أكدت أن مشكلات الكتل السياسية والأحزاب أثرت على ملف نازحين في العراق وما منع أكثر من أربعمائة ألف نازح عراقي من العودة إلى مدنهم بقرار من ميليشيات المسلحة تستولي عليها وأبرزها منطقة جرف الصخر شمالي بابل إلا دليل على تأثر هذا الملف بالفوضى السياسية وشاهد على تحكم الميليشيات وأبرزها ميليشي حزب الله والنجباء والعصاب بمصير سكان جرف الصخر المهجرين فضلاً عن منع هذه الميليشيات سكان بلدات أخرى في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالا من العودة إلى مناطقهم ناشطون عراقيون أكدوا أن حكومة السودان تلجأ إلى الدعاية الإعلامية في حديثه عن ملف النازحين لتجدد وعودها القديمة التي لم ينفذ منها أي شيء على أرض الواقع الناشطون بيّنوا أن فشل وزارة الهجرة الحالية في حل هذا الملف جعل النازحين والمهجرين يسأمون من الوعود الحكومية مؤكدين أن ملفهم سياسي بحت وأن قرار عودتهم بيد الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مناطقهم بشكل كامل ملف النازحين في العراق أصبح ملفاً مزمناً بفعل فشل الحكومات وتجاهلها المتعمد لحسم هذا الملف لأسباب عديدة أبرزها هيمنة ميليشيات المسلحة على القرار السياسي وعدم إعمار وتأهيل المناطق المنكوبة فضلاً عن تحول ملف النازحين إلى ورقة ضغط يتم استخدامها بين وقت وآخر لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية تفرض على أرض الواقع